السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزيزي المستمعين وعزيزي المستمعين برحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوغ جديد نتحدث فيه اليوم عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ونشأته قبل البعثة وحياته قبل البعثة نسبه هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمة شيبة ابن هشام واسمه عمر ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر واسمه قيس وهو قريش ابن كنانا ابن خزيمة ابن مدركة واسمه عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان هذا هو المتفق عليه من نسبه أما من فوقه ففيه اختلاف كثير غير أنه ثبت أن نسب عدنان ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام ولم يكن فرع من قريش إلا كان لمحمد فيهم قرابة ويعتقد المسلمون بأن الله قد اصطفى نبيهم محمد واختاره من أسكى القبائل وأفضل البطون وأطهر الأصلاب حيث قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدني آدم إلى أن ولدني أبي وأمي وقال أيضا إن الله اصطفى كنانا ابن ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وقال أيضا نحن بن النضر ابن كنانا لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا وقال إن الله تعالى خلق الخلق فاجعلني في خير فرقهم وخير الفرقتين ثم تخير القبائل فاجعلني في خيرتي قبيلة ثم تخير البيوت فاجعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا أبوه هو عبد الله بن عبد المطلب أمه فاطمة بنت عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم ابن يقضى ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب كان عبد الله أحسن أولادي عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه وأصغرهم من بين أولاده وهو الذبيح الذي فداه أبوه بمئة من الإبل أمه هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهر ابن كلاب أمها برة بنت عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب كانت آمنة تعد يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا وكان أبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا أعمامه وعماته هم العباس وحمزة والزبير والمقوم والحارث والغيداق وأثم وعبد الكعبة وجحل واسمه المغيرة وأبو لهب واسمه عبد العزة وأبو طالب واسمه عبد مناف وضرار وأما عماته فهن عاتكة وأميمة وأروى وأم حكيم وهي البيضاء وبرة وصفية ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس وصفية واختلف في عاتكة وأروى أخواله وخالاتهم لم يقل لمحمد أخوال وخالات إلا عبد يغوث بن وهب وكان محمد يقول عن سعد بن أبي وقاص هذا خالي فليرني امرئ خاله وذلك لأجل أن سعد كان من بني زهرة وكانت أم النبي أيضا منهم حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ولادته لما بلغ عبد الله بن عبد المطلب ثمانية عشر أو خمسة وعشرين سنة زوجه أبوه أمنا بنت وهب من عمها وهيب بن عبد مناف وقد كانت تعيش عنده فبنا بها عبد الله في مكة فحملت بمحمد وكانت آمنا تحدث أنها حين حملت به أتيت فقيل لها إنك قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع على الأرض فقولي أعيديه بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمدا ثم لم يلبث أبوه عبد الله حتى خرج إلى الشام للتجارة فمر بالمدينة فأقام عندهم مريضا شهرا ثم توفي عن عمر خمسة وعشرين سنة ودفن في دار النابغة وهو رجل من بني عدي بن النجار وكانت آمنا يومئذ حامل بمحمد لشهرين رأي الجمهور تاركا وراءه خمسة جمال وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن وبعد أن بقي محمد في بطن أمه تسعة أشهر كاملا ولد في مكة في شعب أبي طالب في الدار التي صارت تعرف بدار بن يوسف وتولت ولادته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف وقد كان مولده يوم الاثنين في الثامنة من ربيع الأول أو التاسع من ربيع الأول أو الثاني عشر من ربيع الأول وهو المشهور عند أهل السنة أو سبعتاشر ربيع الأول وهو المشهور عند الشيعة من عام الفيل بعدما حاول أبرهل أشرم غزو مكة وهدم الكعبة قيل بعده بشهر وقيل بأربعين يوما وقيل بخمسين يوما وهو المشهور ويوافق ذلك عشرين إبريل أو اتنين وعشرين إبريل سنة خمسمية واحد وسبعين ميلاديا تحديدا على الأصح أو خمسمية وسبعين وحتى خمسمية تمانية وستين أو خمسمية تسعة وستين حسب بعض الدراسات مكان ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب وهي الدار التي اشتراها محمد بن يوسف أخو الحجاج من ورثة عقيل ابن أبي طالب الذي كان أخذها حين هاجر محمد إلى المدينة المنورة ثم جعلت الدار مسجدا هدم لاحقا ثم بني على أنقاضه مكتبة مكة المكرمة الآن في عام 1951 ميلاديا وهذا تنويه فقط لمكان الولادة ماذا؟ أي كيف أصبح الآن؟ أما الآن فنرجع إلى موضوعنا مرة أخرى ويروى بأن محمد قد ولد مختونا مصورا أي مقطوع السرة بينما هناك روايات أخرى تؤيد أن عبد المطلب ختنه يوم سابعه وجعل له مأدبة وكانت أمه تحدث أن تحدث أنها لم تجد حين حملت به ما تجده الحوامل من ثقل وحم ولما وضعته وقع إلى الأرض مستقبل القبلة رافعا رأسه إلى السماء مقبوطة أصابع يديه مشيرا بالسبابة كالمسبح بها هناك شعر يقول من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلاد ولا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق تنقل من صالب إلى رحمه إذ مضى عالم بدأ طبقه ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت أرض وانوضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق العباس بن عبد المطلب هو من قال هذا الشعر وإنها رأت حين ولدته أم الرسول صلى الله عليه وسلم رأت حين ولدته كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام قال ثم عثمان بن أبي العاص حضرت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت البيت حين وضعه قد امتلأ نورا ورأيت النجوم تدنو حتى ظلنت أنها ستقع علي وبعدما ولدته أرسلت إلى عبد المطلب تبشره بحفيده ففرح به فرحا شديدا ودخل به الكعب شاكرا لله وقال ليكونن لابني هذا شأن واختار له اسم محمد ولم تكن العرب تسمي به آنذاك إلا ثلاثة طمع آباؤهم حين سمعوا بذكر محمد وبقرب زمانه وأنه يبعث في تهامة فيكون ولدا لهم وقد علمت اليهود آنذاك بولادة محمد يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه والله إني لغلام يفعه ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمى بيثر يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له ويلك ما لك قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به انتهت حلقة اليوم وأتمنى أن تكون نالت إعجابكم وأفعدتكم انتظروني في حلقة جديدة وموضوع جديد قريبا بإذن الله تعالى كان معكم الفقير إلى الله المهندس أشرف أسامة من قناته المتوضع على اليوتيوب وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة